السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليكم حسين من مدونة عالم الثلاثين لبعض درس اليوم راح نشرح به تنصيب برنامج اندورفين الخاص بانشاء الحركات اللي نضيفها على العديد من البرامج من برامج الثري دي مثل البلندا السينما فوردي اي كلون لكن احنا راح نستخدمه في دروس قادمة ان شاء الله في برنامج اي كلون طريقة تحويل الحركة منه الى اي كلون وكثير من الميزات اللي يشملها البرنامج نحن نشرح ان شاء الله بجرس قادمة نبدأ تنصيب البرنامج التابع اه سارفع البرنامج اضح الرابط اه بالمدونة وباليوتيوب اذا واجهتكم مشاكل اتمنى ان تكلمون مني وتخلو لي كومنت بالمدونة وبالقناة نأتي الى بعد تحميل البرنامج فقط ضغط عنه تظهر لنا المكونة التالية بنختار انستول اندوفين ضغط على اس نقط نأتي ايكسة ايكسط ناكس مكسن نند archive للنVIS بعد اكتمال تحميل او تنصيب البرنامج نأتي الى طريقة تفعيل برنامج اي ان البرنامج الان تجريبي شون نخليه مفعل تابع انتظر لحظات الان ينتهى التنصيب وضيفة البرنامج هي انشاء حركات يمكن تطبيقها على شخصياتنا و اي شي في اي برنامج انتهى التنصيب نضغط على فنش نأتي الى الكراكي اندورفين تو كراكي ناخذ ذنه كوبي رو على 10 اكتوب هذا هو البرنامج نضغط على كليك اي منو اوبن في اللوكيشن يطلع انه مجلد البرنامج او ما نسبع هذه الخطوة الرو على start computer على c program file الرو على مجلد natural motion اللي هو هذا natural motion كليك اي نفتحك اندورفين نجي نخلي كوبي نمطي best all نضغط على all نتعلمها نمطي continue continue الان البرنامج تشغل مية بالمية ومفاعل نفتح البرنامج ونشوف البرنامج تشغل مية بالمية اتمنى ان يكون نشرح مورف ومواضح بالحقيقة هذا البرنامج رائع جدا جدا تابع هنا على مدونة عالم ثلاثية الابعاد لشروحات هذا البرنامج كيفية اضافة الحركة والتعديل عليها وكيفية استطاعتها استخراجها البرنامج اي كلون كان معكم المدونة عالم ثلاثية الابعاد يحسين شكرا للمتابعة اتمنى ان تضغطوا على لايك وسبسكرا بالمزيد من الشروحات